بسم الله الرحمن الرحيم نظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوي للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همس فهاء ثم عين حاء مهمال ثان ثم غين خاء والثاني اضغم بستة أتت فيرمنون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يضغم به بغنة بيلمعونما إلا إذا كنا بكلمة فلا أدغمك دنيا ثم صنوى انتلا والثاني اضغم بغير غنة في اللام ور ثم كررنه والثالث الإقلاب عند البالي ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضن من الحروب واجب للفاضن في خمسة من بعد عشر غمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صفتاتنا كم جاد شخص قد سمى ذم طيبا زد فيه تقاض عظانما أحكام النوم والميم شدلتي وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل الحرف غنة بدا أحكام الميم السليم والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغم وإظهر فقط فالأول الإخفاء عند البائي وسمه الشفوية للقراء والثاني إضغم بمثلها أتى وسمي إضغما صغيرا يا فتاة والثاني إضغار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لداوو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي حكم لامئة لامئة الحلال لامئة الحلال قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من أبغ حجك وخف عقيمه تنهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضفذان عمد سوء ظن زور شريفا للكرم واللاملول سمها قبرية واللاملخر سمها شمسية وأظهرن لا مفعل مطلقا في نحو قلن عم وقلن والتقى في المثلين والمتقاربين والتجالسين إن في الصفات والمخارج اتفق حران فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختال فينقبا متقاربين أو يكون التافقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجالسين ثم إنسكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهما بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جبعد مد فالطبيعيا يكون والآخر الفرعي موقف على سبب كهمز أو سكون مسجنا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نحيها والكسر قبل الياوى قبل الواوضا شرط وفتح قبل ألف يلتزم والليل منها الياوى وهم ساكن إن انفتاح قبل كل أعينا أحكام المحكام للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعب وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمن وإيمنا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أرباعة تفصل فإن بكلمة سكون لاجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثه الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان الحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين وابطل أخص وما سوى الحرف الثلاث لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور بلفظ حي قاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صلو سحيرا من قطع كدشتهر وتمذ النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدان دنها تريخه بشرى لمن يتقينها ثم الصلاة والسلام آبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحبي وكل تابع وكل طارئ وكل سامع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر